اشتركوا في القناة 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 إذا كنت نجحتي أو كررتي أو تفصلتي أو تطررتي ستكون الملاحظة المدير أو الحارس العام راكي تبارك في النتيجة إذن الإخوان قلناه مرارا وتكرارا ونجد الحويجة هذا وكتر الحاجة اللي بغيت نركز لكم عليها ونعود نبه لكم عليها فأي واحد تعلموا واحد البرانسيب في حياتكم اليومية أنا مشيت الإدارة أي إدارة مشيت نجيب من تماشي وثيقة ما نخرج من ذاك الإدارة نتأكد من ذاك الوثيقة اللي بغيت أنا واش صحيحة وذاك شي اللي بغيت أنا يكون فيها هو هذا أي وثيقة أي إدارة فمن هنا ناخدها كعبرة وكمبدأ في حياتي مشيت أنا مثلا التاناوية بغيت شهادة مدراسية وغير يعطيها لي غير نقول أنا في التاناوية ونقرأ ذاك شهادة مدراسية واش فعلا نكاتب لي فيها الإعداذي التاناوي السنة الأولى التانية الباكالورية دير لي فيها باش يعني نقاطع سعمل دراسة واش بناجح واش بالتكرار واش بالفصل إلى غير ذلك هذا كما قلت لكم ديروها مبدأ في حياتكم أي إدارة مشيت لها هكا كتف عقدس دياد هكا كتف حسن السيرة هكا كتف سيجي العدلي نمشي باش ماشي ناخدنا ذاك الشهادة وصير دون ناس كين بعاد يعني كي يجيون من بدون أحدين أخرين تال كازا وغير يجي يوم المقابلة يمشي يصطدم بأمر الواقع أن ذاك الشهادة غالطة ولا نقص فيها شي حاجة ولا كي غادي يدير واش عال عاود تعني يرجع وانتا الوقت ما 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 شيف صالحك وانتا جيرا اللي قال أخر المستقبل هذكر كل شي كل شي كي حلم بإحقق الحلم ديالو وصدق انتا يدير هادش هذا فرجاءنا الإخوان الإخوان لي مازال عندهم بكهور غاديدوزوا رجاءا 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 اركزوا لي على شواهد مدراسية على بيانات النقاط ليرو الفيد نوت وعلى النتائج هادو غير يكون عندكم ضروري تأكد من المعلومات اللي مكتوبة فيهم وترجمهم وخليهم عندك هنا غاديدوز نقطة الأخرى رغيك تدخل القنصلية كتنضم الميل في ديالك بالأوراق الأساسية هما الولا شنو هما الأوراق الأساسية هما الولا اللي كتعطي لدى بيت لهجرة اللي كي يستقبل من كل الوتائق هو الباكالورية الأصلية والترجمة ديالها وإلا طلب لك شيف وتوكو بياد ديها معك كحسيات سي جيل عدلي حسن السيرة عقل زدياد وإلا طلب لك الكونفيرميشن دي اس وتصور خمسة على خمسة خمسة على خمسة خلفية بيضاء واسميتو بالنسبة للناس اللي مزوجين عقد الزواج والناس اللي مطلقين عقد الزواج والنسبة اللي عندهم الوليدات تعود تاني العقد الزياد لهم إلا كانوا صغار كانوا يعني مستوفين 16 سنة أو خصوم الحسن السيرة والسجل العدلي هادو الأوراق الأساسيين اللي كتعطي الضبيت لهجرة اللي كي يستقبل ممكن الأوراق أمريكا تدوز للقنصلية انت مأفلول ما تعطيش لهذاك تعطيه الشواهيد وتعطيه ليرول في وتعطيه كل شيء لأن هادوك 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 البيس جيستي فيكاتيف ديالك نتايا يعني أديلة كحوجاج تكت تطلب منك عادك تعطيها الضبيت لهجرة إذنان هادوك غيبقوا عندي تاندوز المقابلة الضبيت لغيتوز لي المقابلة غينكم كندوز مع هالمقابلة هو كيسولني وأنا كنجوب إذا قل لي شنو هو المستوادي وش قريتية 12 سنة غينقوا لي اه هنطناشا يقول لي غينقوا لي اتبات غينقوا لي عندي اتبات شنو هو الاتبات؟ غينقوا لي غينقوا لي شهادة مدراسية يشوفها من بعد طلب لي قول لي إذا قل لي كافية أوكي ما غينقوا لي كافية غينقوا لي بيان نقاط سوف يأخذ القارة سوف يأخذ إذارة إذارة لتأكد من المعلومات سوف نعطي أدلة التي سوف نتأكد مليون في المياه أنني قرأت 12 سنة بالشواهد من دراسية بالبيلتانات بل رول في دنوت والناس الذين لا نقاطعوا عن الدراسية في الكاتريام أو السنكيام أو السيزيام فاطلبوا ظهركم هذا الشيء اللي غادي نقول لكم كعقلتوا راه درنا ميرانا نو تكراري نقول لكم راه شروط دي القرعة الامريكية هاللي كان ولكن يعني اطلبوا ظهركم عاود معهم نغطيحو راشي بعض المرار ترى هتا دابيت لهجرة لما كيشوش ذاك الباك واش باك حور ولا ما شي باك حور كي يسولك اسئلة عادية يعني انت يا وصلت اللي طاب دي المقابلة دير اللي عليك كانوا عندك شواهيد ديهم معاك ما كانوش عندك شواهيد توكل على الله ودووز وشوف كي غادي دووز المقابلة المهم ما تخليش كي ما قولي وصلتها تلعنق وغادي تقشها وصلتها وصلتها للراس غي دووزها يا غا يغا يعطيوكم قبولة يا غا يعطيوك الرافض هادو ججم الحواج صافيال اخوان فرجاءن بالنسبة ل النقطة اللي تبعها باشا نختم الاخوان اللي اعطوهم اجراء اداري فهوما توم جابوا الاتباتات شوهيد من دراسيا ولي رول فيد نوت اعطوا البيلتانات كانت البيلتانات وقيلة ما اعطوا واحد اللي ما جابش فمعطوهم ش الرافض اعطوهم اجراء اداري يعني تنتأكدو من المعلومات ونشوفو تلك الشواهيد فعلا واش قررتوا اتنشر سانة او لا لا هادو تعطا لهم هادو ونعدل اجراء اداري اللي تعطا لهم اما ديال الرافض هما اللي اعطوهم سبب ديال الرافض هو عدم اتبات المستوى الدراسي واو التجربة المهانية هادو وسببه شرفضو لهم لانهم ما تبتوش وما بينوش لضبيت الهجرة انهم قروا اتنشر سانة فبتالي اعطوهم الرافض عكس الاشخاص الاخرين يعني ماشي بكحور فهدوك الحمدلله يعني اجتازوا المقابلة بخير وعلى خير عندهم الامور الاغلبية اللي توصل معي الاخوان الاغلبية ما كيش لطلبوا له الاميرو ربعة وثلاثين ما طلبوا ليش لحساب بنكي يعني اسئلة روتينية غير شفوقتش حصلت على الباك واش عندك شئ مشاكل مع البوليز عندما غير تمشي الامريكا شنو غير تدير في امريكا يعني ما ما طلبوا ليهم شهد الاميرو ربعة وثلاثين والحساب البنكي ولكن غاود نأكد عليها دير لي عليك اخي او اختي الى كان عندك الحساب بنكي دي اه رول في بونكير كان المستضيف غير يسيف تلك الاميرو ربعة وثلاثين يسيفتها لك وخليها تحسمن كما يقوله مع الوثائق ديالك حتى تطلب منك رجاء ما تعطيه الشيوات يقال دا بيت لهجرة حتى يطلبها لك ماشي انتاجي كالدوز يبقى يهضر معاك وتعطيه الشهادة مدراسية وتعطيه رول فيت نوت وتعطيه الاميرو ربعة وثلاثين وتعطيه لا حاول ترييت وتب تراسك لا راه الاسئلة سهلة جدا وتب تراسك ما تخلعش رزن راسك سمع السؤال مزيان ما فهمتيش قول لي عاود ما عندك شلغة الاجليزية يطلب المترجيب كون قوي وحاول دفع لدوزي ديالك رانتالي هما اللي محتاجينك وشمتيني ران ناس كيقلبوا على يد العاملة هنا إذا انتغي تمشي القنصلية حاول تكون رزين ومتبت وواقفة شديدة وسمع السؤال غير تطرح عليك وجاوب غير بشوية خذ وقتك وجاوب علاقة السؤال ما تزيد ما تنقص علاقة السؤال فوقتها شخدتي لباكاروليا الف وتسعمائة وثمانين عندما تنقصي لأمريكا عند خالي شو غير في أمريكا غير نخدم في الويرهاوس غير نخدم حلاق غير نخدم شيفور غير نخدم بناي غير نخدم شحال غير نسدي معاك الفلوس سبعالاف دولار مزوج لا مطلق لا عندك الأولاد لا شحال واش عندك مشاكل مع البوليس لا صافي ما نزيدش نتخلف اللي ديطاي سؤال جواب سؤال جواب بفهوم الاخوان يالله كمال يحييكم نتلقوا في العشيين إن شاء الله في اللايف ونحاولوا ندركوا لأن ما زالوا عاد كي يجيون للرسائي ديالإخوان باش ندوز لكم إن شاء الله التجارب ديالإخوان وتسمعوا وتستفدوا وتكون عبرة الباقي الفائزين إن شاء الله تحيي وتقدير لكم جميعا السلام عليكم